صار ممكن توقع شكل الرد الإسرائيلي على إيران اللي حيكون تحت سقف طلبات الإدارة الأمريكية كيف اكتملت الصورة آخر يومين؟ أولاً، بعد تشنج الوضع بين نتانياهو و بايدن بسبب هالموضوع ردخ نتانياهو للشروط الأمريكية وتمن إدارة بايدن أنه ما حيستهدف لا منشآت نووية ولا بنية تحتية نفطية ضربته حتكون محدودة على أهداف عسكرية حصراً بشكل ما بيوصل لحرب إقليمية ثانياً، إجت استجابة نتانياهو مقابل غطاء دفاعي أمريكي بحال إيران ردت على الرد نظام ثاد المتخصص باعتراض الصواريخ البلستية وصل مبارح لإسرائيل مع فريق أمريكي لتشغيله النظام عنده قدرة على اعتراض الصواريخ الإيرانية من مسافات بعيدة قبل ما تدخل مجال الجو الإسرائيلي هذا بيمنع إغراء الأجوال الإسرائيلية بعدد كبير من الصواريخ دفع واحدة مثل مصاري آخر مرة ثالثاً، وزير الدفاع يوقف غالانت بلش مبارح يحضر رأي العام الإسرائيلي لرد أكتر تواضعاً من المتوقع زكر غالانت أنه إسرائيل مش مهتمة بفتح جبهات وحروب جديدة واستعمل عبارة العين بالعين اللي بتفرج الرغبة بالانتقام بس بشكل متناسب مع الدربة الإيرانية رابعاً، بالتحليل السياسي، إسرائيل غرقاني بعمليته البرية بلبنان تورط بحرب تاني مع إيران مش مفيد لإيلة قبل ما تحاول تحقق رغبطها بالتخلص من تهديد حزب الله أما ضرب البرنامج النووي، فبيحتاج لإدرات عسكرية أمريكية ما حتأمنها إدارة بايدن حالياً الخيار الأفضل لمشروع نتانياهو هو انتظار نتيجة حرب لبنان وتأمل وصول ترامب للبيت الأبيض وتأجيل مواجهة الشاملة مع إيران ترجمة نانسي قنقر